أقر قانون الإثراء غير المشروع كبادرة حسن نية أمام المجتمع الدولي والمجتمع المحلي بأن السلطة الحالية ستكافح أيضا الفساد ولكن كعادتها تفصل القوانين على قياس مصالحها وحيادت الوزراء من تحمل أي مسئولية جزائية عن عمليات الإثراء غير المشروع بحجة مخالفة الدستور المحامي الدكتور زكريا الغول يشرح لصوت بيروت انترناشنل وبيروت سيتي أبرز الثغرات القانونية التي أحاطت هذا القانون خلينا نرجع بالأول لنقول أن هذه الأولين التي تتعلق بالفساد إنما تم إكرارها بضغط من تحركات 17-20 وضغط المجتمع الدولي ولا شك أن البنك الدولي كان له أثر بهذا الموضوع وكمان بعد انفجار الأربع آب شفنا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي كان يطالب بإكرار هذه الإصلاحات بالنسبة لقانوني إثراء غير المشروع هو تم إحالته لمجلس النواب بسنة 2009 يعني نحن نحكي بـ 11 سنة لإكرار هذا القانون يعني وان العجلي فيها هذا بالناحية الشكل بالنسبة لإكرار هذا القانون في جلسة للجنة الفرعية اللي كانت عم تدرس قانون الإسراء غير المشروع عقدت بـ 3-4 سنة لـ 2020 كان في مناقشة حول المادة 11 تحديدا صار في لغط فيها وجدل بين الكتر النيابي الممثل إلى الحزاب السياسية حول الإخلال بالواجبات الوظيفية لم تكر هذه الفكرة لخلفات سياسية بحث لا شك لو وصلنا لإكراره مؤخرة من الأسبوع الماضي للغط اللي صار وشفنا الكتر النيابي كيف عم تتقاذف المسؤوليات إنه يشمل القانوني إثراء غير المشروع يشمل الرؤساء والوزراء وبين قائل إنه لا قانوني إثراء غير المشروع لا يشمل الوزراء والنواب المادة الستين من الدستوري اللي تعدلت بالعام 1947 هي كانت بتحكي عن رئيس الجمهورية المسؤولية رئيس الجمهورية إذا بدك في حل مخالفة الدستور أو الخياني العظمى أما بالنسبة للجرائم العادية فكمان ذكرتها هذه المادة بفكرتها الثانية ذكرت المادة أنه الجرائم العادية التي يرتكب الرئيس الجمهورية تخضع للقانون العادي بشرط أنه يحاكم رئيس الجمهورية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يلي أنشئ بالقانون 13 على 90 أما بالنسبة للوزراء والنواب المادة سبعين من الدستور اللي تعدلت ما بعد اتفاق الطائف نصت على أنه الوزراء ورئيس الوزراء يحاكموا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حال مخالفته للدستور أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لكن بمؤخرة هذه المادة نصت أنه تحدد الإخلال بالواجبات الوظيفية بموجب قانون خاص هذه الفكرة كتير مهمة لازم قانون خاص للحديث عن موضوع الإخلال بالواجبات الوظيفية فيما يتعلق بالوزراء ورئيس الوزراء المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب والرؤساء هو موجود لكن الإكرار الآلية للطعن أو لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي جدا صعبة عم نحكي بتلتين مجلس النواب هو قربي بالموجب القانون 13 على 90 بالعام 1990 والمدة 18 منه بتحدد كيف الآلية للمحاكمة الرؤساء والوزراء أنا كرأتي أنه نحن بجدل كتير كبير هلأ هيدا الخلاف حاول هل يتري يشمل الوزراء أو رئيس الجمهورية أو لا يشملهم مناكفات سياسية بين الأفريقاء واضح يعني لا شك فيه الأنون الإسراء غير المشروع عطى حل للمدير العام وما دون ولم يعطي حل للوزير وما فوق لم يعطي حل نحن هلأ بجدلية قد يحسموا القضاء بس الأفضل أنه على مجلس النواب يحسمها عنا حلين لحسم هذا الموضوع إما بالعودة إلى المادة 70 اللي بتقول أنه الإخلال بالواجبات الوظيفية يجب أن يخضع الإقرارة لشرحها بقانون خاص يما منكر قانون خاص للحديث عن شو هي الإخلال بالواجبات الوظيفية يلي ما أتى على ذكرى القانون إسرائيل غير المشروع والمادة 11 منه ما أتى على ذكرى بشعة منرجع للمادة 70 من الدستور يلي بتتحدث عن ما هي الإخلال بالواجبات الوظيفية ومنحددها يما منرجع لتعديل القانون 13 على 90 اللي هو قانون محاكمة الرؤساء والوزراء لتحديد كمان ببند ما هي الإخلال بالواجبات الوظيفية لتحديدها لنكون واضحين هيك ساعة نحدد من يحال أو كيفية إحادة الملف كان الحل كان أنه المدير العام وما دون واضح صار فيه النص أما الوزير وما فوق لأ نحن بلغط قد يحسمها القضاء وقد نكون أمام معضي لقانوني محاكم تابوت في حال على فرضية تم إحادة وهادة أنا أستبعد هل القضاء سيبت بهذا الموضوع هون تخضع للاجتهادات القضائية بس على مجلس النباب أنه يتصدق من تلقاء نفسه لحل هذه المعضية اللي بتتعلق بالمادة 11 فين ألفت نظر هون الموضوع أنه بالأنونية اللي صدر الأنونية رأي غير المشروع اللي أكر كان فيه موضوع التصريح عن الظم المالية هذا بعتقد أنه حسنا تم مأسسته يعني وضعه بإطار قانوني وهذه خطوة متقدمة بس برجع بذكر أنه عم نحكي نحن ببلد ينخره الفساد ببلد مفلس بالكامل إقرار قانون متقدم بعد 11 سنة من عرضه على الليجان يعني بعتقد ما فيه عجلة عند طبقة سياسية الحاكمة اللي بات بهذا الموضوع لا يكفي إقرار هذا القانون الطامة الكبرى هي في تطبيقه وفي المتابعة القانونية التي تتيح معاقبة الوزراء والنواب على سرقة المال العام